أهلا بحضراتكم من جديد طيب عندي مجموعة من الأخبار عقب عودة البعثة من الكنغو بعد الفوز على فيتا كلاب بسلسة أهداف مقابل لشي بيتسو موسيماني والجهاز الجنوب إفريقي سافر إلى جنوب إفريقيا من الكنغو الديمقراطية مباشرة عشان يقضي أجازة الخمس تيامي اللي جاية في بلده بالتأكيد اختصار للوقت بدل ما يرجع مع البيعثة للقاهرة ومن القاهرة يسافر جنوب إفريقيا وفي ظل جائحة كورونا بيكسوا تسافر على الكنغو الديمقراطية سافر من الكنغو إلى جنوب إفريقيا مباشرة ويعود بإذن الله قبل يوم 23 مارس عشان يقول التدريبات استعدادا لمباراة المريخ السوداني الأهلي بيسمح لجونيور أجايي بيصفر إلى نيجيريا طبعا لقضاء الأجازة مع أسرطه خلال هذه الفترة على أن يعود في الموعد المتفق عليه عقب انتهاء الأجازة والاستعداد والتدريبات مع الفريق الفترة اللي جاية جونيور أجايي من أبرز اللاعبين في الفترة الأخيرة اللي بيأدي مستوى عالي جدا مباراة مباراة كان عام المباراة ولا أروع فنيا وبدنيا بشكل رائع جدا وكان لي دور كبير جدا في أداء الفريق ونتيجة الشوت الأول أمام فيتا أكلاب كمان بدر بنون بينضم للمنتخب المغربي خلال الساعات القادمة خبر أسعد على فكرة بالمناسبة كل وسائل الإعلام في المغرب لأن بدر بنون كان دايما لما كان في نادي الرجاء المغربي بيلعب فيه المنتخب المحليين لكن تتكلم على مستوى المنتخب الأول في ظل وجود قائمة محترفين على أعلى مستوى بيتم الاستعانة من المدرب البوسني وحيد خليلوفيتش مدير الفني للمنتخب المغربي عشان يكون موجود فيه المنتخب خلال الفترة اللي جاية بكرة بالمناسبة الخميس هيكون فيه مؤتمر صحفي للمدير الفني للمنتخب المغربي عشان يعلن القائمة الرسمية للمنتخب خلال الفترة اللي جاية والمغرب عنده مباراتين مع موريتانيا وبروندي في الجولة الخمسة والستة في مسابقة تصفيات كاس الأمم الأفريقية وآخر جولتين قبل انطلاق البطولة إن شاء الله في بداية العام القادم أيضا كمان أليو ديانج بينضم ليه منتخب مالي طبعا طار إلى مالي خلال الساعات المقبلة لانتظام مع معسكر منتخب بلده عنده مباراتين مع غينيا واتشاد في لجندة دولية والجولة الخمسة والستة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم والتر بوالية كمان بيتخلف عن العودة للقاهرة بسبب منتخب القنغو وفضل موجود فيه القنغو كينشاسا بالأمس معه ينضم لمنتخب بلده ولم يعود معه البعسة الميزة اللي أنا بتكلم فيه وأنا بقول الأخبار ده كلها بتتكلم والتر بوالية مهاجم النادي الآلب بينضم للمنتخب بدر بنون بينضم للمنتخب المغربي بنتكلم كمان على أليو ديانج بينضم للمنتخب المالي على معلول للأصابة كمان كممكن يكون موجود مع المنتخب التونسي في التصفيات فانتحتك والت اللاعبين للأجانب اللي عندك في الفريق الأول كلهم لعيبة دولية بيتم الاستعانة بهم في الأجندة الدولية مع المنتخبات الإفريقية ده بيعلي كمان للقيمة التسوقية لفريق النادي اللي عنده محترفين على المستوى موجودين في الأجندة الدولية مع منتخبات بلادهم في التصفيات الإفريقية وخلال الساعات اللي جاية ننتظر كمان إعلان القايمة الدولية من الكابتن حسام البادري المدير الفن المنتخبنا عشان نشوف مين هينضم من النادي الاهلي لقايمة المنتخب الوطني اللي بتستعد لمبارتي كينيا وجزر القمر في ختام تصفيات الافريقية وكل التوفية رب للاهلي والمنتخبنا الوطني خلال الفترة اللي جاية واجازة سعيدة للجهاز الفني الجنوب الافريقي ممكن بعد فترة طويلة جدا يقدر ياخد اجازة خمس ست ايام في جنوب افريقيا ثم يعود الاستئناف التدريبات مع فريق النادي الاهلي طيب زي ما نتشايفين طبعا كواليس عودة الفريق وزي مننا العزيزة كريم احمد كان عمل لقاءات مميزة جدا مع اللاعبين كريم من الناس بصراحة يعني وش حلو على الفرق دايما لما بيكون معاهم في السفريات الافريقية منذ سنوات يعني طبعا انتصار مهم جدا بالامس وكان الحمد لله في حالة سعادة من كل البعثة الاعلامية او حتى الفريق الاول والجهاز وبرئاسة البعثة لمعالي الوزيرة الاستاذ العامري فاروق نايب رئيس النادي الاهلي وبالتأكيد الكل كان بيشتغل بشكل قوي جدا في هذه المباراة عشان الاهلي يعود به السلاسة نقاط